طبعاً كان فيه اهتمام كبير جداً بحفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية والتزامن مع مرور 50 سنة على نصر أكتوبر المجيد وحديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحفل عن الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتكثيف الاتصالات لوقف التصعيد في قطاع غزة وده طبعاً بجانب حرص مصر على وصول المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية للقطاع غزة زي ما قلت يا مرنا يمكن تكثيف الاتصالات لأن شفنا الدقياء مصر هي رمانة الميزان لما يحدث في المنطقة بشكل عام وشفنا أن كل الدول كانت سرعان ما اشتعلت الأحداث في الأراضي المحتلة كانت حريصة على التنصيق مع مصر مصر قلب الأمة العربية النابض علشان خاطر تشوف إزاي ممكن يتم وقف هذا التصعيد ضد المدنيين العزل في قطاع غزة خلونا ناخد قراءة وفية في رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالأمس من يعني خلال الحديث بشكل تفصيلي مع ضفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع أصفاء الخير صباح النور أهلاً وسهلاً سؤال أكرم تبعت إزاي بالأمس كلمة السيد الرئيس خلال حفل تخرج الكولات والحربية والأسكرية وطبعاً الحفل نفسه كان مهم والمكان اللي انطلقت منه الكلمة ده كلام يعني مكان مناسب جداً ومهم وفيه هو في حد ذاته الرسالة هو الفكرة أنه الكلام اللي قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشهد كله أولاً خمسين سنة حرب أكتوبر وإحنا عارفين انتصار أكتوبر والعبور قد إيه كان يعني هذه القصة التي لم تكتب كلها حتى الآن لكن فيها رسائل مهمة المكان طبعاً زي ما احنا قلنا والتأكيد على فكرة أنه مصر أكبر جيش عربي في المنطقة بتمتلك القوى الشاملة بالقوات المسلحة على مستوى عالي جداً من التحديث هذا التحديث القوة القوات المسلحة قوة رشيدة تحمي ولا تهدد لأنه قوات المسلحة هي اللي حربت يعني مصر هي الدولة اللي حربت ودفعت كتير مع دول كتيرة والحقيقة العرض كان فيه رمزية مهمة جداً على استعراض أعلام الدول العربية الشقيقة اللي شاركت في العبور وفي انتصار أكتوبر فيه شهداء موجودين عندنا هنا أو بشكل عام كل الدول العربية تقريباً كانت مشاركة ففيها رمزية لنفس الأمر يمكن الرئيس تحدث عن فكرة المواقف العربية وأنه يبقى فيه مواقف عربي موحب لكن خلينا نقول أنه أهم الرسال في هذا الأمر أنه مصر اللي عرفت الحرب وعرفت النصر ولديها جيش قوي جداً هذا الجيش رشيد يحمي ولا يهدد وضد التدخلات الخارجية تدخلات الخارجية هي سبب 90% من المشكلات في هذا المنطقة كل دول وطموحات وصراعات وغيرها حقيقة مصر منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة واخدى موقف واضح لأنه العدوان المراضي يمكن هي الأمر بيتكرر بكم في أغسطس 22 ومصر بمبادرة وثقة دولية نجحت في أنها توقفها مراضي درب شديد مع مسؤولين إسرائيليين فاشست حقيقة فيه وزراء بيتباهوا بأنهم فاشيين وعاوزين إبادة وبيصفوا الفلسطينيين أوصف باشعة ويعني فيها تصريحات عنصرية فمصر بتتخذ موقف واضح من هذا الأمر أولاً واقف العدوان والنقطة الرئيسية اللي دايماً الرئيس يؤكد عليها هو القضية الرئيسية هي الحل النهائي للقضاء الفلسطيني ده حل الدولتين ولا بديل عنه وأظن إسرائيل جربت على مدى عقود طويلة أكتر من 70 سنة إنها تمارس التصفية العرقية والعنصرية ضد الفلسطينيين ويمكن ما زالت بتمارس يعني حدثنا ده في تصريحات لإسرائيل وبالعكس ده كان والحقيقة كمان يعني هذا العدوان على غزة مدعوم بشكل غير مسبوك من الولايات المتحدة الولايات المتحدة طول عمرها مع إسرائيل الحقيقة إدارة بايدن إدارة ديمقراطية أصبحت غير قادرة على التعامل كدولة كبرى يعني حاملت طائرات لأول مرة عمرها ما حصلت أمر الثاني إنه إدارة بايدن الديمقراطيين دائماً كانوا يرويجوا نفسهم على إنهم مع الحريات ومع السلام وغيره النهارده الحرب في أوكرانيا فشلوا في إشعالها بالعكس أشعلوها أكتر النهارده حاملت طائرات تصريحات الرئيس بايدن طلع قال أنا صدق كلام وشائعات ضد الفلسطينيين إنهم بيقتلوا الأطفال صحيح تراجعوا عنها لكن ده بيدينا انتباع قد إيه هم منحزين أوروبا برلمان الأوروبي اللي قاعد لنا طول الوقت البرلمان الأوروبي ده نايم يعني أعتقد إنه ممنوع المظاهرات ضد العدوان والاحتلال الإسرائيلي في أوروبا النهارده في فرنسا وفي ألمانيا وغيره برلمان الأوروبي صامت تماما اللي هو كان بيعادينا وطول الوقت بيطلع تصريحات وتقارير معادية لنا فالحقيقة أرجع لكلمة الرئيس عن فتح يسلم هو فكر مصر التي تمتلك القوى الشاملة وقوى دولة في المنطقة تدعو إلى السلام لأن اللي حارب يعرف قيمة السلام وإنه لا بديل عن هذا الأمر ولا بديل عن الدولة الفلسطينية وحل الدولة دي النقطة التانية والمهمة في هذا الأمر هو تحميل المجتمع الدولي مسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية أن الاحتلال الإسرائيل الحقيقة تصرف بيبيد حتى المناطق أو الممرات اللي مفترض تدخل منها المساعدات الغزائية وظن أنه فيه جهات في أوروبا وغيره بدأت تؤيد الطرح المصري في هذا الأمر مصر منذ اللحظة الأولى صارت الإسعاف المستشفيات التجهيزات الطبيعية مع التأكيد على فكرة أنه نهاردة أصبح فيه لأنه هذا اليمين الإسرائيلي غير المدرك لخطورة هذا الأمر قضية الفلسطينية يستحيل تصفيت فلسطينيين أكتر ناس بيسنده ده لكن نهاردة بنتكلم على حرب إبادة شاملة ومحاولات بعد قطع الكهرباء والمية والطاقة والاتصالات وكل شيء في تدمير شام فالرئيس نبه لفكرة أنه المساعدات الإنسانية وكمان الحقيقة أنه مصر السنة اللي فاتت هي اللي قدمت وعملت الأعمار 500 مليون دولار أظن أنه جزء كبير جدا منهم تم تدميره سيادة الرئيس المبارح كان عنده رسائل يمكن تكون متتابعة ومرتبطة ببعضها سيادة الرئيس المبارح تكلم عن الحدود الجغرافية الثبتة للدولة المصرية وتكلم عن المنهجية المصرية إنها عمرها مكانة دولة غازية ولكن هي دولة بتحافظ دايما على حدودها وعلى السيادة المصرية دائما وأبدا نتكلم في نفس الوقت كمان سيادة الرئيس عن أهمية ثبات إخوانا في فلسطين وأهمية ثباتهم وصمودهم للحفاظ على القضايا الفلسطينية بدعم من مصر تكلام مهم جدا أولا الفاشيست الإسرائيليين بيطلعوا تصريحات شوفنا للأسف في بعض المنصات المحسوبة التي تروج لهذا الأمر المنصات المعادية وهنجي للنقطة دي لأن الرئيس نبه لفكرة الوعي المنصات اللي بتروج الرؤية الإسرائيلية اللي هو الفلسطينيين يروحوا مصر يروحوا غازة الضغط على الفلسطينيين من الضفة يروحوا الأردن والحياة مصر والأردن من الدول المهتمة جدا والملاصقة واللي بتتحمل مسؤولية حقية والمستهدفتان بالشائعات الحقيقة والعدوان وغير الكلام فمنصات بتروج هذه الرؤية الفاشية العنصرية اللي بتقوم على التصفية والرئيس كان واضح جدا في هذا الأمر الحياة مش أول مرة إنه أي ممحكات أو حلول أو ادعاءات لتصفية القتال الفلسطينيين مرفوضة أولا الفلسطينيين أكتر ناس بيرفضوها على مدى أكتر من 70 سنة رفضوها وفشل احتلال في إنه يصفل القتال الفلسطيني وإنه ما يتم الحديث عنه هذه خطط قديمة بالمناسبة مخططات بقالها سنين ونضغط عليهم فيروحوا غزة أو يروحوا الأردن ونصف الأدام مش هيحصل ومصر واضحة جدا في هذا الأمر وأظن زي ما أنا قلت في البداية المكان اللي انطلقت منه التصريحات واضح جدا أنه مصر بتانطلق قوة وعندنا تجربة بنحتفل 50 سنة أظن أنه باعتراف جلد مقير وباعتراف قيادات إسرائيل أنه الهزيمة القوية جدا لي جيش اتفاع الإسرائيل فدي نقطة محسومة ويمكن أن تتكرر أظن ده محدش بيادعه طبعا للحرب بالعكس الرئيس من هذا المكان ومن استعراض هذه القوة الشاملة للدولة المصرية بيقول إحنا السلام لأن إحنا اللي حاربنا وانتصرنا وعارفين السلام هذه نقطة مهمة نقطة التانية والضرورية جدا في هذا الأمر هو أنه يجب وقف هذا العدوان بسرعة لأنه فيه ضمار شامل وأنه مصر بقوتها وبالثقة الإقليمية والدولية بالتصالات وغيره من المهم أنه تستخدم قوتها لأنه تتواصل مع كافة الأطراف لوقف هذا الحرب ودي نقطة مهمة قوي لأنه الرئيس بتكلم على نتكلم على قوات مسلحة وقوة رشيدة تحمى والتي تهدد عندنا مثالين عندنا الخطوط الحمراء في الغرب اللي حددها للقوات المسلحة حددتها مصر وتم تطبيقها وتراجع ونفس هذه القوة التي أغاست الأشقاء في ليبيا عملت الطائرات راحت بعد الأعصار وقدمت كل المساعدات أظن ده واضح واضح أن هذه القوة قوة عربية حقيقية وده برضو نقطة مهمة ده أن الرئيس يتحدث على أنه في قمة جدة الأخيرة قال أنه لا يجب أن نترك أنفسنا نهبا لتدخلات خارجية وللفوضل لازم يكون في موقف عربي العرب وكان فيه رمزية اللي أنا ضربت بها مثلا من شوية اللي هو أعلام الدول العربية الدول العربية ما تضمنت في 73 استطعت أن تنجح تستطيع الدول العربية من عرضا لليل ديته محاط في التنمية وفي الاستقرار وأن تنتهي هذه القضية بالحل الحقيقي والنهاي لازم بفي موقف عربي واضح أن العمل الجماعي هو الذي يعطي كل دولة عربية قيمتها دول عربية كبيرة ومصر بتتواصل مع كل الدول العربية وتؤكد ده وأنه لازم بفي موقف من الجامعة العربية ومن القمة العربية النهاردة فيه مصر فيه إمارات العربية المتحدة فيه المملكة العربية السعودية فيه الدول المغرب العربي فيه يمكن ده درم زي عراق فيه الأردن وكل هذه الدول الحقيقة موقفها واضحة في هذا الأمر كمان الحقيقة بناء موقف عربي دائما رئيسي يتحدث نعمل معا وأنه العربي يكونوا فعلا وفي المناسبة رؤية مصر السابقة منذ سنوات الرئيس كان يقول أننا لا يجب أن ننتظر أنه العالم مشغول بصراعاته يعني الولايات المتحدة النهاردة لم تعد الدولة القادرة على التدخل النهاردة أفشلت وفشل النظام الدولي فيه وقف الحرب في أوكرانيا وما يزال هناك انحازات وازدواجية واضحة فيه ازدواجية ضد الفلسطينيين معايير مزدوجة جدا فيه ناس في الغرب في الاتحاد الأوروبي أو في أوروبا صحيح تراجعوا أين حقوق الإنسان مما يحدث فيه ده المشكلة ممكن التظاهر لدعم إسرائيل الاحتلال اللي بيدربه اللي بيموته الأطفال الستين في المئة من الضحية الأطفال لكن بيعتقلوا أي حد التظاهر من أجل الحقوق الفلسطينية والعرب فالنقطة دي تحاد الأوروبا أوروبا موقفها عائم جدا وموقفها أولا هم نفسهم اللي برضو مش وراء الولايات المتحدة في هذه الحرب وبيدن بيقوضي العالم إلى حرب أخرى والصدام فيه عجز واضح جدا نفس الأمر فيه حاملة الطائرات تروح أنت رايح تضرب ناس أصلا هم بيتم تصفيتهم بشكل عنصري والاحتلال مهما كان الخلاف في هذا الأمر لكن خلينا نقول نرجع لمصر تاني الرئيسة في يوليو اللي فاتما استضافنا الجلسات كثيرة جدا على مدى السنوات للمصالحة الفلسطينية خلينا نقول أنه ربما تكون ميزة هذا الاحتلال العنصري الذي توحد ونتينياهو دعا المعارضين إلى أنهم يلتموا طبع أنت النهاردة في خطر هل يجب الاستماع إلى صوت مصر وصوت العقل في المصالحة بين الفصائل وكان فيه تصرحات الحقيقة إيجابية من الفصائل في يوليو اللي فاتدينه طبع في غاية الأهمية يعني إحنا بنتكلم رؤى مصر ورؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى السنوات اللي فاتدت كلها كانت تتوقع هذا الأمر وتتوقع الانفجار وتحذر منه نعم سوز أكرم يمكن الرئيس يستخدم يعني بالأمس قبل الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية الحقائق بأن مصر تستضيف 9 مليون من الضيوف الأشقاء في الدول العربية التي بها مشاكل داخلية ولديها قدرة أيضا أن تستضيف أشقاءنا بالفعل في غزة ولكن لا يكون ذلك على حساب تصفية القضية الفلسطينية هذه نقطة للفلسطينيين بالمناسبة أنا أقول فيه منصات كتير جدا بتحاول تراجع هذا الأمر وبعضها للأسف عربي بيتيحوا الفرصة للفشيس الإسرائيليين أنهم يطرحوا هذا الأمر وفيه حتى مسؤول أوروبي أظن أو مسؤول أمريكي نائب وزير الدفاع أو حاجة بيقول أنه يعملوا ممرات آمنة يخرجوا فيها زي اللي حصل من أوكرانيا لبولندا بولندا بما فتحت ممرات نعرضى فيه حق العودة ليهم يقدروا يرجعوا في أي وقت وكمان اللي الرئيس أكد عليه ده برضو شرح واضح للموضوع إحنا لا نرفض استضافة أي أشقاء عرب أو حتى أفارقة وأظن 9 مليون وأكثر من هذا الرقم يعني الأرقام كثيرة يعني ما يجري في السودان ما يجري في السوريا ما يجري في ليبيا ما ده حاصل عدو لكن الفلسطينيين أكتر ناس منتبهين لهذا الأمر لأنه قبل كده احنا بنتكلم عدتهم نصف مليون في غزة أو أكتر فيه 13 مليون في الأراضي الفلسطينية فيه ملايين الفلسطينيين تم تهجرهم ومنعهم من العودة برغم أنهم بيحملوا مفاتيح بيوتهم في غزة فدي نقطة فيغات الأهمية احنا لا نرفض بالعكس طب مستشفىات العريش والاسماعيلية والقناة كلها مفتوحة وسائرات الإسعاف راح والمساعدات الإنسانية والمجتمع المدني التحالف الوطني لعمل أهل كله والهلال الأحمر وحملات الاتبرع قدام من الشركة المتحدة اللي قدمت العالمين ومن التحالف وكله ده قلب مصر الشعبي والرسمي مع الفلسطينيين قلبا وقلبا ولن يا طغار هذا ومصر مش بنتكلم على شوفينها الحقيقة أن مصر هي من حارب ودفع أسمانا كثيرة وبعض الآخر كسب من هذه الأسمان المصريين ما كسبوش وده التمن اللي احنا بندفعه عشان كده احنا نحسين كويس قوي بقيمة الحرب والسلام وإنه لا بديل عن السلام والدولة الفلسطينية ولا التراجع عن هذا الأمر والرئيس كان محدد دي خطوط حمراء أعلنت في وقت مهم يجب أن يسمعها الجميع هناك بقى إيه النقطة المهمة في هذا الأمر ما نبه إليه الرئيس في هذا إنه مصر مستهدفة بقى يعني أظن أن الناس إذا كان من مميزات لهذا العدوان الفاشستي الإسرائيلي فهو أنه أعاد القضية الفلسطينية للوجهة وأصبح هناك ضرورة للاستماع لصوت العقل وصوت مصر في المصالحة الفلسطينية وإذا كان عدوك بيتوحد فانت عليك أن تتوحد والنقطة الأخرى وحجم الشائعات والاستهداف للدولة المصرية مش النهاردة على مدى السنوات اللي فاتت ودي كاشف هذا الأمر ما تزال شائعات والدعاءات نفس المنصات التي تمول من أجهزة المخابرات أجهزة المخابرات التي تدير الحرب النهاردة وتدير الصراع وتريد لهذا الصراع الاستمرار هي اللي بيتمول منصات منصات لتنظمات إرهابية وتنظمات متطرفة بقالها عشر سنين بتطلق الشائع ضد الدولة المصرية ونهاردة كل شوية في كلام إلحق مصر هتعمل ده مصر عملت كازا ده كازا والأردن الشقيق الحقيقة مستهدف لأن دول دولتين المواجهة والدولتين المعنيتين برفض تصفية القضية الفلسطينية وأظن التواصل والتصالة فالكلام اللي قاله الرئيس البارح اللي احنا بنقوله بعمنا عشر سنين برضه والرئيس بيقوله عاوز تحط مصر تشوف قد إيه اللي حصل خلال عشر سنوات إحنا زي دايما في نهايات الأفلام البطل بيجري كده وراه ضماره احنا ازاي عدينا من كل ده انت عندك الغرب مشتعل عندك الشرق مشتعل عندك الجنوب مشتعل عندك المتوسط فيه صراعات وهجرة غير شرعية وعدائيات وانت قد إيه بتدير سياستك الخارجية بخطوط دقيقة وبحرص وبتحديد وبشرف حقيقي ووضوح وصراحة أنا عايز أبقى عند كلمة شرب دي انبارح سيادة الرئيس كان يعني قال دعوة لجميع الأطراف الدولية وجميع الأطراف المعنية بإبعاد الأطفال والنساء والعجائز عن التصعيد اللي بيحصل وكان في نفس الوقت فيه تصريح له الهلال الأحمر بيقول إنه إبعاد أو إخلاق مليون فلسطيني من المنطقة ده شيء مستحيل فكرة استهداف المدنيين وفكرة استمرار الضرب على المدنيين وفكرة استمرار الجهود المصرية الحثيثة لتخفيف الضغط وإيه لوقف إطلاق النقر اللي بيحصل والوقف الاعتداء اللي بيحصل على الفلسطينيين ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي يدخل في إطار التصفية العرقية والعنصرية ولا أحد يستبعد أن هناك استهداف متعمد للأطفال لأن دول الأجيال تم دائما استهداف الأطفال والنساء بالأمس القاهرة الإخبارية لأنها هي الأجيال التي تحمل الزكرة الفلسطيني سوزكرون بالأمس القاهرة الإخبارية عرضت صور وصور مؤلمة كل من فيها تأذى وتضرر ويعني استشهد أطفال المناسبة أنا عاوز أوجد تحية فعلا للقاهرة الإخبارية لأعادة المشاهد المصري المتابعة قضية بكافة التفاصيل والمرسلين أبطال بس الحقيقة الصور اللي عرضتها القاهرة الإخبارية مهمة جدا وأيضا تقارير الأنروا وتقارير صحيح أنه مش هنقدر نستوعب كل ده مش هنقدر نستوعب الملايين دي وزي ما احنا قلنا استهداف الأطفال محاولة لي قضاء على الزكرة الفلسطينية الحمد لله الفلسطينيين انتفاضات الفلسطينية يعني والقضاء السكانية في فلسطين مهمة جدا فاستهداف الأطفال والنساء وغيره متعمد وتصفية عرقية وعنصرية ويجب أنه الغرب المزدوج ولاية المتحدة وأوروبا واتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي يجب أن ينتبه لده والأمر التاني الحقيقة أنه الرئيس قال على فكرة أنه نطلع المدنيين الحقيقة إسرائيل لا تستهدف سوى المدنيين كأنما هناك عقاب جماعي لأنه الخطة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية لن يحدث أن يدرك الفلسطينيين أرضهم لكن كمان الحقيقة أنه يجب أن يكون هناك موقف عربي موحد وأنا أتذكر أنه إحنا بنحتفل بخمسين سنة على انتصار أكتوبر كان هناك أشقاء معنا هذا الموقف ممكن كل دولة عربية تبقى لديها أو دولة إقليمية لديها تموحات إقليمية وده مشروع جد ولكن حينما تكون الخطر يهدد الجماعة ويهدد الموقف العربي يجب أن يكون هناك موقف عربي دائما رئيس وده تكلمنا فيه وأكد على أنه ما نستناش العالم اللي مشغول بصراعاته العالم المزدوج العالم المنافق اللي أظن أصبح مكشوف بشكل أنت فيه ناس في تحاد الأوروبي كانوا بيتكلموا على منع المساعدات وأنه إحنا نوقف المساعدات ونمنع الغذاء والمساعدات الغذائية استمرار قطع الكهرباء فيه ناس لسه يعني خافوا من الصورة العامة بحاولوا يحسنوا بتصراحات لك الحقيقة ده مجتمع دولي منافق فاشل وعاجز عن يوقف الحرب سواء في كورانيا أو يوقف درب المدنيين وتصفت الأطفال في فلسطن فده نقطة في غات الأممية والنقطة المهمة كمان إبعاد المدنيين واستعداد مصر لتقديم مصر سياستها الخارجية طول الوقت شراكها تعاون اتصالات مع الدول العربية والدول الصديقة ومع كل المنظمات الدولية حتى لو كانت حاجزة فهي جزء من هذا النظام الذي يحتاج إلى عادة بناء منذ مع بعض الحرب البرد نظام دولي مزدوج وضعيف وغير قادر على تدخل في أي صراعات نحن نتكلم في نظام عالمي جديد نتكلم في لاعبين سياسيين جدد لديهم قدرة في المنطقة وربما الحرب الروسية الأوكرانية كانت كشفة لذلك هل من الممكن أن تكون هذه الدول واللاعبين الجدد فاعلين في إيقاف الحرب وما يحدث في قطاع غزة هناك محاولات الحقيقة كان في تصرحات واضحة جدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد هذا الأمر وأنه اتهمات واضحة للولايات المتحدة بالانحياز وبيضرب مثل طبعا كل دولة لها مصالحة ولا توجهات لكن خلينا نقول هو شايف أنه الولايات المتحدة بتدعم فكرة الحرب بشكل عام وأن هذا النظام في الولايات المتحدة بيحاول أن يغطي على انسحاباته من السياسة الخارجية بهذا الأمر والصين الحقيقة موقفها مهم ومهم التعويل على هذا الأمر وأنه النظام العالمي منذ ما بعد الحرب البارت الحقيقة إعادة النفوذ يعني إعادة بناء النفوذ لأنه الولايات المتحدة انفرضت فترة كان الإرهاب وحرب على الإرهاب اللي أنتجت الإرهاب وداعش وبيلو وربيع والمحاولات الحديث عن الديمقراطية أظن بقت نتائجها واتحف العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي برنا يعني يعني دي نتائج لم يكن ربيع عراقبية أه وده أصبح شتاء الحياة وخريف وللأسف الشديد كمان أنه الأمر مش مرتبط بأنه رغبات التغيير يعني بالمناسبة التغيير ده مشروع والتغيير يمكن إحنا بنتكلم في وقت التغيير المتدرج وقدرتنا على الفهم التغيير بوعي مش السقوط ضحايا لي الشائعات وغيره والنهاردة أنا بتكلم على أنه مصر مستهدافة ديه ونفس المنصات الصامتة والتنظيمات الإرهابية وغيره التي تصمت أمام العدوان أضعاف من ما واجه أي أعداء فالفكرة هنا نفس المنصات ديه النهاردة بتنشط بتزايد على دور مصر طب دور مصر أظن مبكرا جدا وحدش يقدر تكلم فيه لكن كمان الحقيقة من المهم ودي النقطة اللي أشار إليها الرئيس مجموعة نقاط احنا ممكن نبقى نتعاطف ونبقى واخدين الموقف وكده لكن لا يخلو الأمر من حسابات وعقل والنظر للأمر من كافة الزوال ممكن نبقى بصين أنه أي عملية ضد إسرائيل هي عملية ضد الاحتلال وبنؤيد المقاومة غيره لكن كمان رد الفعل لو أنا هحسب رد الفعل بشكل أقوى ربما أتراجع عن هذا الأمر وعلى قدر ما بتبقى العمليات قوية على قدر رد الفعل أنت أمام امام احتلال استيطاني بيطرد الأهالي ويمارس أقوى أنواع العنف ويجد مبررات ويجد دعم منبر وده نقطة مهمة والنقطة التانية كمان اللي نلفت النظر ليها هو أنه في عصر الصورة الجزء المهم من التعاطف في الخارج مع هذا الأمر هو ترويج الاحتلال الإسرائيلي لصور أنه المقاومة بتخطف وبتضرب الأطفال وكده وبايدن تورط في تصريح وترجع عنه وقالك بيتضحوا الأطفال لكن مهم قوي الصورة إحنا عاوزين نقول أنه قدال فلسطينية كسبت من التحركات السلمية كثيرة يعني محمد الدرة وصورته أعتقد أنها كانت مفيدة جدا في انتفاضة الأقصى بشكل كبير وقدت زخم للقضاء فإحنا هي الفكرة الحرب مهمة والصراع مهمة ولكن إحساب ده إحنا مش بنمنع أو نقول لكن لازم يبقى فيه تقدير ده كلام مهم وده كلام رئيس أشار إليه بشكل واضح وبشكل يعني يقدم أفكار مهمة فأمر التاني هو أنه الوحدة أنت الفصائل الفلسطينية مصر أكتر دولة بسلت جهود في أطراف كثيرة حاولت أن تدخل وتحاول وكل جهد للمصالحة بين الفلسطينيين مشروع لكن طول الوقت بصراحة وده الرئيس ياسر عرفات قال وقال لك مصر والرئيس مبارح قال أنه ده مش في العاصر ده احنا طول الوقت كل العقود شعب المصري القيادة المصرية بتعبر عن شعب المصري شعب المصري قضية الفلسطينية بتجري في ده وكانت انصف للحق السابقة وما فيهاش كلام وأظن أنه كمان إذا كانت قوات الاحتلال أو السلطة حتى الإسرائيلية تريدوا سلام حقيقي وتضيح حقيقي لن يتم هذا إلا بإنهاء وقضية بحيث يبقى في دولة فلسطينية حاوز السلام مش حاجة اسمها السلام مقابل السلام زي ما كانوا بيروجوا مع الولايات المتحدة في وقت مزعم مكافحة الإرهاب اللي أنتاجت الإرهاب فحنا بنتكلم على المصالحة يجب أن ينتبه الفلسطينيين واستمعوا لصوت العقل في هذا الأمر والنقطة التانية الحقيقة اللي احنا دايما بنأكد على هو أنه يجب أن تنتبه الدول العربين أن هذا الخطر يهددهم جميعا خطر قدر الفلسطينية تفكيك والحرب والهزائم تؤثر بالتأكيد على الديمغرافيا وعلى الجغرافيا وغيره النقطة المهمة واللي دايما بيأكد عليها الرئيس الحياة وبتثبتها لأيام حجم الشائعات وحجم التداخل وفي كلام مهم في سوشيال ميديا والمنصات دايما نحن بنتكلم ويقولوا أنتوا معاديين يا الفكرة هي لها مميزات عظيمة لكن يجب أن تنتبه سوشيال ميديا أول من تحدث عن غلق مع برداتها خاصة في الأوقات دي احنا تمارس علينا في عز الإرهاب كانوا بيقودوا على الإرهابيين معارضة بقول حيك أول الناس بيحردوا من برة وبيعرضوا وبيزعموا أنهم بقى ما مجحش حد بيعارض من برة إلا تبع أجهزة محابرات ومنصات بتمول ومليارات الدولارات تم دفعها لإسقاط الدولة المصرية ده يجب أن ننتبه إليه وده ملوش علاقة بالمناسبة برداتها تحدث عن غلق معبر رفح أمام يعني الأخوة الفلسطينيين وغلق تقديم المساعدات وكانت الخارجية حاسمة في الرد على ذلك بالأمس وقالت كمان إن معبر رفح مفتوح ومطار العريش الدولي مفتوح أمام كل من يرغب في تقديم المساعدات مصر لم تغلق معبر رفح على الإطلاق اللي بيحصل إنه الاحتلال الإسرائيلي ما هو المنصات اللي بتروج ده بالمناسبة هي نفس المنصات اللي أظن إنه النهاردة أصبحت بتعمل مع الاحتلال وبتعمل مع الدول العنصرية وغيره وممكن مع إسرائيل لأنه هذه المنصات اللي لم تدن إسرائيل يعني بالمناسبة في تنظيم الإخوان الإرهابي ده لم يصدر منه أي شيء تجاه الأمر ويمارس عمله عادي جدا تدمر القضايا الفلسطينية وبتنحزل إسرائيل كل أنت ما بتضر الدولة المصرية كل أنت ما بتعمل حساب الأعداء وبتمهد طريق الأعداء فدي نوت لم يغلق معبر رفح بالعكس مصر دفعت بسيارات إسعاف فيه ناس بيداروا جدا من القصف وبيقص في الجانب الفلسطيني وعاوز يدرب ده بالعكس كامبان الخارجية بيقول إنه المنظمات الدولية أولا تتدخل وتدي الفرصة لإصلاح الطرق في الجانب الفلسطيني عشان المساعدات حلينا نقول ختاما إنها تبقى مصر هي قلب الأمة العربية النابض ودائما مصر بالعرب قوة والعرب بمصر قدرة طبعا أشكر حضرتك أستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابق شكرا شكرا شكرا